يا شيخنا إذا كان الوضوء لا يدعو لا يحافظ عليه إلى مؤمن نعم وتخرج عن الذنوب مع آخر قطرة ثم الخطوات إلى المساجد وما تمح من ذلك الذنوب فكيف بالركوع والسجود؟ يوالة فسخ نظارة شوف يا أخي إذا أنت بتتحدث عن الصلاة يعني خاصة لحلقة مو حلقة يعني حلقات قضية الصلاة قضية أخرى بس أنا أعطيك في إيجاز لأنك سألت التوحيد والصلاة يعني لا ممكن لكن أنا أعطيك بس بإيجاز شوف في الصلاة صدق أن الصلاة فيها مواطن يغفر فيها الذنوب لا يوجد في أي عمل إلا فيها لأنها توحيد أسمع فإذا قال الإمام ولا الظالم فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدمه سبحان الله هذا في البخاري فإذا قال سمع الله لمحمد فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك سبحان الله دخل على كنس اسمع والصلاة الخمس إلى الصلاة كفارة لما بينهما رأيثم لو أن نهرا بباب أحدهم يغتسل منهم يغتسل منهم فذلك مثل الصلاة الخمس بس هذا بعجالة بعد ذلك ما يحافظ عليه الإنسان ما يحافظ عليه الإنسان ولذلك من أعظم الآثار لما تعلم بأن الله تعالى حفيظ وحافظ وأنه محصي لأعمالك وأن الله تعالى محاسبك عليه أمرك الله تعالى بحفظ الفروج فلا يكون هذا الحفظ إلا بماذا؟ بأن تضع هذا الشيء في موضعه الذي أباحه الله تعالى عليك والذين هم لفروجهم حافظون فلا تعدوا عما أحل الله لك إلى ما حرم الله تعالى عليك